الراجل ده يطلق عليه بأنه أعرف السياسة الدولية والمستقبل بتاعها فتنبأ سنة 68 بانهيار الاتحاد السوفيتي الذي وقع وسقط في 1991 يا سلام وتنبأ بانفصال أوروبا الغربية عن أمريكا وتم هذا وتم بحاجة خطيرة جدا أن أنظرونجران حين يفيق الشعب الأمريكي سوف تصبح أمريكا عملاقا سياسيا قزما اقتصاديا ومن استغربهاش أكبر بلد مديونة في العالم النهاردة هي أمريكا ومديونة لأكتر دولة ديناها هي الصين يعني إنما طبعا بكل أسف لما نيكسون استبدل الغطاء الذهبي بغطاء ورقي اللي هو الدولارات اطبع زمان تعالف يعني ما انتشار إنما هما طبعا نشوف الديون اللي عليهم بشكلها دي جاء في سنة بعد كده هو جمال حمدان طلع كتاب خطير جدا سنة 1968 اسمه اليهود أنثروبولوجيا اللي هي تاريخهم الإنساني جاء بقى حاجة خطيرة جدا اللي تكلمنا عنها قبل كده اللي هي الدولة الخزرية أن هما يعودون إلى مملكة الخزر إلى مملكة الخزر ده الأساس بتاعهم وقال إنه هما في الشتات تلاشوا بسببين إنه معظم مهم اعتنق الديانة ديانة أخرى عشان يقدروا يهربوا من الاتهاضات والحاجات اللي زيدي أضف بقى لهذا الاتهاضات زي أسبانيا وغير أسبانيا والشعوب كانت بتكرههم زي ما تكلمنا النوبة اللي فاتت وينظرون إليه منهما سبب الكوارث ووهلا ده كان الكتاب اللي بتاعها أنتروبولجيا اليهود وحدد المكان بتاعها هذه المملكة إنها كانت شمال القوقاز وجنوب آسيا وكانت ما بين البحر الأسود وبحر قزوين وإنها كانت وأكد هذا أيضا بأنها كان هذه الجمهورية كانت تكاد تكون مستقلة وكانت اسمها جمهورية البايرو مش عارف إيه كده كانت لها اسم كده غريب هو جابه يعني المهم إنها يعني فضلت يعني المفروض كانت الجمهورية دي تستمر لو لا فكرة الصهيونية العالمية اللي شجعتها الدول الأوروبية وجات بقى فكرة فلسطين فكرة فلسطين دي أساسا مش جاية يعني هي أساسا من إنجلترا بالذات والاجتماع اللي عملته 1905 ل1907 وقالوا إن إحنا وصلنا القمة دلوقتي وبعدين معروف إنها الحضارات بتنهار بعد هذه القمة ففي هذا الاجتماع جمعوا بقى مجموعة من العلماء إنهيار الأمبراطورية الرومانية إنهيار الأمبراطورية الألمانية وقالوا إنهياره إزاي ونعمل إيه فابتدوا يفكروا في إزاي نوقف هذا الإنهيار فطلعوا بنتيجة إن إيقاف هذا الإنهيار اللي تنبأ بيه جمال حمدان إن أوروبا لابد أن تخلق لها عدو وكان هذا العدو هو الدول الإسلامية العربية اللي تنبأ بيه 1999 هانتنجتون صح اللي هي صراع الحضارات أو صدام الحضارات المهم من نهايته كانت إنه بكل أسف يعني ما خدش درس من ضلل على شمعيتك تقيد ابتدى يعلن جمال حمدان جمال حمدان إنهو بقاله عشر سنين بيعمل كتاب بزلزال في العالم كله هذا الكتاب اسمه اليهود الصهيونية بانه إسرائيل وإن هذا الكتاب تحت الطبع تحت النشر على وشك الخروج ومن ألف صفحة أعلنت ليه إيه المهم أعلن هذا الكتاب ابتدى ترتيب الموساد الإسرائيلي بكل أسف شقة اللي فوق منه خدوها 2 سبتان سنة كم هو اغتياله كان سنة 1993 يبتدوا بقى يرتبوله قبلها بشهرين 3 كده فكرة الاغتيال دي بقى لأن قبل الاغتيال بشهرين جاءت نين سكان خدوا الشقة اللي فوق منه كانت فاضي كان زمان بقى شقة للإيجار فجوهم سكنوا الاثنين دول وزقوا عليه برضو واحد يخدمه خدام ده والأمور مش عادي وكويسة وكل حاجة وفي اليوم المشؤوم ده هو اللي هو كان 17 أبريل 1993 اللي حصل إن مات جمال حمدان رأسه مهشمة وحريق واخد النص التحتاني من جسمه الكتاب بتاعه اللي هو اليهود الصهيونية بان إسرائيل اختفى والحريق لم يلمس ورقة أخرى من المكتبة بتاعته هو بس الكتاب ده اللي اختفى اتضح بعد كده إن الاتنين اللي جم سكنوا فوق منه يهود والولد اللي كان مزقوق عليه اللي هو الخدام بتاعه اختفى بعد المصرع بتاعه أو بعد اغتياله والاتنين اليهود ده برضو اختفوا بعد الاغتيال بتاعه الطبيب اللي شاف الجسة وبتاعه وجدت كسر بتاع الجم جمه ده هون وقرر بكل أسف يعني إن الحريق لا يؤدي للوفاة لأنه ده في النص التحتاني ومن بره وأن الدخان لم يؤدي للاختناق فهو طبعا قتل بضربة على الرأس نفس الطريقة برضو اللي قتل بيها يحيى المشد برضو ضربة على الرأس وبردو كان اغتيال من المساد بس المساد اعترف بقى بحكاية يحيى المشد دائيا وبردو إنما ما اعترفش لا باغتيال جمال حمدان ولا سميرة موسى برضو قصة بتاع السميرة اعترف بيها المشد نعم اعترف بيها المشد فعلا اعترف بيها المشد وعملها فيلم كمان يعني يحيى المشد برضو يعني بكل أسف إنه ولما راح كيمبريدش كان مفروض ياخد الدغتورة بتاعته من كيمبريدش كان في الوقت ده الدنيا متكهربة فطلع على روسيا وخد الدغتورة بتاعته من روسيا بعد ست سنين ما راجع بقى كانت الظروف يعني لا تسمح بعمل مفاعل نووي او او الى اخره فنرويج عرضت عليه وكانت الظروف المالية صعبة راح نرويج هناك وغلطة برضو او نسميها شجاعة خلقية بس هي ادت الى ان في مقتمر عام قال يعني خطبة قوية جدا ازاي ان فلسطين دي دولة محتلة وازاي ان اسرائيل ملهاش حق في هذا والعنين صلطت عليه رجع مصر انما يعني ظروفه المالية كانت صعبة اشتركوا في القناة